السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الأربعاء 28 شباط فبراير طبعا القمر اليوم أيضا موجود عنا في برج الميزان ورح يظل القمر موجود في برج الميزان لغاية الساعة 3 وتسع دقائق من صباح يوم الغد الخميس لينتقل القمر بعديها لبرج العقرب القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 6 و33 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناتها هذا هو أفضل وقت عاطفي لتقوية الرابط العاطفي لعلاقها مع الحبيب أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي شهدت بعض التوتر في الفترة الماضية في هاي الفترة احنا ناشطين اكثر اجتماعيا ومن ميل الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق ولكن الغيرة يمكن انها تلعب دور في علاقة جديدة او علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية ويمكننا تنفيذ مشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة او عادة ترتيب او تزيين او ديكور المنزل او المكتب او شراء شيء جميل ومميز بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم زي ما حكينا يوم امس عنا خلوه مسار كامل اليوم ورح يستمر خلوه المسار لغاية الساعة ثلاثة وتسع دقائق من فجر يوم الغد اذا طيلة اليوم هو خلوه مسار وهي غيوم لا يصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوه المسار اما بالنسبة للزوايا فالزوايا اليوم كلها زوايا مع الكواكب الثقيلة او الكواكب الكبيرة اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعذر فهمه وبيزداد التوجه لاجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية بتجلبنا نوع من انواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات او نجاح ادبي وبرضو مشاريع حالية بيجلب يعني او يجب علينا ان نركز مجهوداتنا على اهداف محددة ولكن هذا الاتصال غير مناسب للاصفار وعلاقات الصداقة او الزوجية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين زحل هاي الزاوية رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينيش نجد صعوبة في تحليل الامور بسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبرضو يعني شوي هاي الزاوية بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين من الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق اللي ممكن انه يضر بالصحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش تخلق مصاعب عرقيل بتحتاج منا بذل جهد وتصميم وارادة تجاوزها تجعلنا انانيين قاسيين وعنيدين وممكن نتعرضنا لصعوبات في انجاز المشاريع وانعكاس وانقلاب الوضعية علينا مراقبة صحتنا المهددة بالارهاق الجسدي والنفسي برضو بالدل على تراجع اهتمام الحكومي بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم والصناعات الثقيلة وطراب في البورصة والقيم او بورصة القيم وقلة اهتمام الحكومي بدور العجزة او المتقاعدين او الفلاحين وعمال المناجم وتضييق الخناق الامني على الشعب كما انها بتزيد من نفوذ المحافظين والمتطرفين والتعصب لدى بدأ بعض الجماعات في دولة ما بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية عندنا الكلة والحالب والمثانة البولية الاوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الانسولين اسفل الظهر والزايد الدودية هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية واذا شعرنا بشيء غير اعتياد راجع الطبيب طبعا هاي الاعضاء لا يصلح اجراء العمليات الجراحية لا الها الا اذا كانت اضطرارية اما باقي عضاء الجسم فطبعا لانه خلو مسار الا اذا كانت العمليات متفقة عليها ما قبل خلو المسار فما فيه اي مشكلة ولكن اتفاق على عملية جراحية اليوم ما بنصح فيه مناسب هذا اليوم للعمليات التجميل اذا متفق عليها كالحقن او الجراحة ولكن اذا كان اليوم بدي يتم الاتفاق وعملها فما بنصح فيه ايضا بما يتعلق بلا ازالة الشعر الزائد نفس الكلام يصلح لقص الشعر التجميل والصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمر 19 يوم في تمام الساعة 7 و9 دقائق مساء بصير 20 يوم نسبة الاضاء 84 في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 30 في المية القمر في الميزان حتى يوم 29 اثنين سعيد الآن بنسبة 70 في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة 45 في المية ساعات الظهر سعيد بنسبة 15 في المية عطارد في الحوت حتى يوم 10 ثلاثة منتحس بنسبة 10 في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 11 ثلاثة منتحس بنسبة 75 في المية المريخ في الدلو حتى يوم 22 ثلاثة منتحس بنسبة 10 في المية اما يعني ساعات الفجر منتحس بنسبة 40 في المية المشتري في الثور حتى يوم 25 خمسة منتحس بنسبة 10 في المية زحل في الحوت حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15 في المية اما اورانس في الثور حتى يوم 1 تسع سعيد بنسبة 15 في المية نبتن في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15 في المية وبلوتو في الدلو حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15 في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ما بيشير القمر لا تفاهم وهدوء وود شوي الاجواء مشحونة طاقتك ضعيفة بتتعلق الامور يعني ببعض الامور اللي ممكن تتعقد كعلاقاتك كحواراتك كنقاشاتك وخصوصا ما بينك وبين الشركاء شركاء المال او العاطفة وممكن تطرأ بعض البلبلة فعشان هيك عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوى القانونية لانه خصمك قوي والعرقي اللي بتستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتراكم العمل عندكم ما زال القمر موجود في البيت السادس فعشان هيك اليوم ممكن تجد انه الاعمال صعبة او بتتراكم او مطلوب منك من كثير من الامور اللي ممكن تضطر للعمل وقت اضافي اكثر اهم شي انه اليوم حاول انك تتعاون مع زملائك وحاول انك شوي تهتم بصحتك لانه اليوم في بعضكو رح يكون عنده مراجعة طبية او بعض الشعور بالتعب برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ولكن الشوي الغيرة او العصبية او تقلب المزاج ممكن يعمل خلاف فعشان هيك حاول انك ما تفرض رأيك او تحكمك او تصرفاتك على احبائك بتفيدك الاتصالات واللقاءات ولكن حاول انك تلطف الاجواء وتعد العلاقات لطبيعتها حاول انك تكون مرن جدا برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة ولكن اهم شي حاول انك تتجنب توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للامور اللي تتحدث عن الاهتمام العائلي برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات وبوسعكم اجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع اخ او جار بتكثر النشاطات حسب حق الاقتصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك اهم شي انك ما تتردد بالتحرك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بكون على الاغلب من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يحصلوا على هدية او جائزة اهم مش انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب وما تبالغ بمصاري فكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لامور مالية او امور استشفائية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتبدأوا اليوم فترة افضل من سابقتها بتعيدلكم ثقتكم بانفسكم وبتنجحوا في الدفاع عن مصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما بتتراجع صحتكم وبينتابكم بشعور بالتعب والملل اخلدوا للراحة وحاولوا فقط انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وحاولوا انكم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد اي فترة فارغة من الحظ حلل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء ولا تقرر على شيء عشان ما تخيب امالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم اشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة بادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمعين بالكم لانه اليوم ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم اهمش انك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يوم جيد للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبه لكم المسؤولون وبقدروا جهودكم بتتسلط عليكم الاضواء وممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهمش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن اقدم افضل المستطاع برضو الفترة هاي فيها بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطه في امور تتعلق بالسفر والاتصالات البعيدة ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة او تناقش بقوة وذكاء وتتجرى على رفض اي شيء ما بناسبك ام مش انك ما تخش شيء بل ثق بنفسك اكثر اي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة وايضا للتواصل مع اشخاص خارج البلد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتعيد اليوم تنظيم اموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض اهمش انه ما تهملوا صحتكم تصبح لاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معك بشكل جيد اهمش انك يعني تهتم بعملك لانه بتلاقي اعمالك اليوم صدى جيد جدا عند المتلقين ممكن تهتم ببعض المسائل المالية التي تتعلق ببنك او ضريبة او تأمين ولكن احذر من النصابين والمحتالين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر